النهاردة بقى انا جاي اكلمكم على برضو حاجة الناس كتير قوي طلبتها مني وهي اعادة استخدام الزيت. الزيت من طبعا من الحاجات اللي ما بيخلاش منها اي مطبق عندنا. بنستخدمها في القلي ونستخدمها مع الاكل العادي. زيت الطعام العادي بنحطه على الاكل او نستخدمه مع الآلي. الزيت وطبعا انواع الزيت مختلفة كتير في من زيت الضرة زيت الزيت الضرة وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون دول من اكتر وزيت فيه زيت مولكانولا وزيت الكتان وزيت خليط الزيت النباتي بتاع الآلي دي اشهر زيوت وتستخدم فيه في البيت. اعادة تدوير الزيت. طبعا الزيت طبعا غليت خاصة في مصر الزيت بقى غالي جدا. في الناس كتير بتلجأ لي موضوع اعادة تدوير الزيت والناس استخدمه مرة تانية. وطبعا الزيت برضو من الناس اللي بتاكل طعمية وبطاطس والدنجان والحاجات المصرية الجميلة دي من الشارع. طبعا الزيت بيتهري فيها قلية. هل اعادة تدوير الزيت او اعادة استخدام الزيت في القلي يحمل خطر السرطان? الاجابة ايوة. لو اعادة استخدامه اكثر من مرة ينتق مواد كيموية مسارطنة حاجة اسمها بولي سايكليك كا اسمها يا ربي كل مرة انسيها بولي سايكليك. اسمها بي اي اتش. بولي سايكليك اروماتيك هيدرو كاربونس. الحاجات دي مش بس موجودة في الزيت موجودة بحاجات تانية وكتبون موجودة في الجو برضو. وهي من المواد مجموعة مواد مش مادة واحدة ولا حاجة. الحاجات دي من الحاجات اللي بتسبب تلف لحمض النووي بتاع الخلية. فبالتالي هي مادة مسارطنة وبتسبب امرأة او او سرطانات كتير جدا من هالسدي من هالجهاز الهضمي والرئة وغيره. ان طبوز الدين ايه? طبوز عام. هيبوز الدين ايه? هبوز اي مكان فممكن يعمل سرطان. طيب انت طيب يا دكتور بتقول لنا ان كده اي استخدام للزيت القلي عادة تطوير او نقلي لو قليت في الزيت مرتين اه شوية بنية ولا شوية بطاطس هيجي لنا سرطان? لا. الزيوت طبعا زي ما قلنا فيه ليه حاجة لكل نوع زيت حاجة اسمها نقطة التدخين. نقطة التدخين دي اللي الزيت يعني اللي هو خلاص هيغلي عندها او بيبدأ يتحرق عندها. لما يبدأ بيتحرق بيبدأ يحصل عملات اكسادة ويبدأ تكوين المواد اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي المسارطنة. ففي اي حال من الاحوال المفروض ما يوصلش بالزيت ابدا ليه آآ نقطة التدخين دي. طيب ترتيب نقطة التدخين اعتقد انك من اعلى ضغط التدخين هو زيت عباد للشمس. طيبا عند متين وشوية درجة. آآ قلم انه شوية زيت الدرة وبعد كده يجي زيت الزيتون. طب اقل في زيت الزيتون? يفضل لا. هو النقطة الحرق بتاعته قريبة. فبلاش نقر نقر بيه. مش وضع مش قريبة قوي يعني برضو هي تقريبا في حدود المية وتسعين درجة والحاجة برضو درجة عالية. مش درجة واطية. يعني مثلا درجة تدخين الزبدة الصفرة. وطبعا انا من اكتر الناس اللي بتحرق الزبدة بتحرق الحلل. ومراتي تقعد تطاردني بعد ما محرقها. آآ عند مية وعشرين درجة الزبدة اصلا بتبدأ تسود وتتحرق. كده الزبدة بوزت. يعني اوعى مثلا الزبدة بتحططها. تسودت تحط فيها الحاجة. كده خلاص. المواد مضرة جدا اتكونت خلاص دي تترمي. مفروض الزبدة ما تتحرقش. مفروض الزبدة ما يتحرقش. ما يبدأش يبقى سود تروح اقرمي فيه. لا 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 ما لحقه. لا. انت مجرد كده المواد دي تكونت. اللي هي المواد المسارسنة دي اتكونت. فا يتجنب بقدر الامكان ان احنا نخلي الزبدة يوصل لدرجة التدخينة وان هو يولع وان هو يدخن. دي مرحلة بيتتكون عندها المواد المضرة اللي خلاص كده الزيت بوز. طيب الزيت ما بصي سخدته درجة حلوة. هب شوية البني شوية السامبوسة شوية المنبار. عايزين ناكل بقى اكلة حلوة. رحت آآ آله فيه الاكل ده. هل ينفع استخدمه تاني? الابحاث كتير قوي مختلف منها احنا ممكن نستخدمه تاني كم مر. اختلفت الابحاث كتير. بس يعني متوسط الارقام اللي ممكن نقولها انها مثلا آله انها ينفع مثلا لقالي الفراخ واللحمة والحاجات اللي فيها خلطة ودي دي ممكن تلات مرات. وانه هو ممكن يستخدم في قلي البطاطس خمس ست مرات. يعني يعني ممكن نقول الرقم المتفق عليه مرتين او تلاتة. بس نعمل كمان احتياطات عشان نحافظ على الزيت ده فيه في آآ شكل كويس وما يكونش فيه المواد اللي تكونت دي مواد سيئة. من اهم الحاجات اللي احنا نعملها ان بعد من آآ اول حاجة قلنا زي ما قلنا ما نسخنش الزيت لدرجة كبيرة جدا. ايوا فيه حاجة اسمها بنحطه في زيت سخن عشان الاكل يطلع مقرمش وحلو كده وعلى مزاجك بس انت ما تسخنوش ادق النوع يدخل. لو دخن يبقى لا مفروس زيت تتريمي. طيب آآ الزيت سخن وعملنا الاكل بتاعنا وزي الفل خلصنا اكل نجيب الزيت ده نحاول نغطيه نسيبه يبرد بعد كده نصفيه من بواي الاكل بعد كده نحطه في برطمان ازاز ونقفل عليه. وبعد كده ممكن نستخدمه مرة او مرتين كمان بنفس الاسلوب. لكن زي ما قلنا ده الاسليب دي كلها عشان نحاول ان احنا نحافظ على الزيت بقدر الامكان من هو يتاكسد وان هو يكون المواد المسارطنة اللي قلنا عليه. آآ فيه ناس بتزاق بتزاق زي ما تكون بتعمل غسيل للزيت عن طريق النشا. ممكن دي مرضو طريقة مش مضرة دي بتصفيه من بواي الاكل. ولكن مش بتمنع او بتخلي حتى لو لونه كان غماء. ورجع فاتح تاني ده مش معناه ان المواد المضرة اللي فيه رجعت آآ اختفت او رجعتش موجودة. لا ده لسه موجودة طبعا. ولو عملنا كشف عليها بال بال بالاجهزة هتطلع ان فيها هتطلع فيها المواد المسارطنة دي موجودة او المواد الضرة دي موجودة. آآ ومش بس لون الزيت هو العامل في الموضوع ده. عشان كده الناس اللي بتبيع بواي الزيوت. الناس بتقول ان هي بتبيع بواي الزيوت في البيت وشعرف الكيلو بعشرة جنيه ولا معرفش ايه كده. الناس دي بتقول انها بتعمل بصابون. لو عملت بصابون يعني الصابون ده ممكن يبقى آآ ممكن اخره يبقى مضر للجلد يعني. ولكن مش كانة النهية هتعمل وتنظفه زي ما بنقول بالنشا. ويرجع الزيت لونه اصفر عادي. وتبدأ تبيعه تاني للناس. الزيت هنا لونه اصفر ولكنه فعلا يعني يعني مش عارف اقولك ايه يعني فعلا كنبيلة. ليه? لانه خلاص. اتقل بي ميت مرة. المواد اللي فيه كلها اكسدت الدنيا بقى اتبايزة خالص بقى يحتوي على كمية كبيرة جدا من من اللون عليها اللي هي زي ما قلنا مصرطنة بيحتوي على كمية كبيرة جدا منها. ففضل ان احنا ما ندخلش فيه منظومة اعادة تدوير الزيت والكلام ده فقد الموضوع يلف يلف ويجلنا احنا تاني وبعد ما كنا احنا بنبيع الزيت عشان نطلع منه باي فلوس فنروح نشتري آآ زيت عليه عرض ولا زيت مجهول المصدر فيسبب لنا لقدر الله سبحانه ويبقى ساعتها ازينا نفسنا بادينا. يبقى لو اتكلمنا على آآ حاجة جديدة النهار ده او مرة نفتاحها وهو اعادة تدوير الزيوت النباتية اللي هي زي زيت عباد الشمس زيت النخيل زيت الزيت الضرة زيت الزيت زيت كانولا زيت الافوكادو الحاجات دي كلها زيت بتستخدم عادي في آآ موضوع زيت بزيت الكتان الحاجات دي كلها بتستخدم في آآ سواء زيت الطعام او زيت الالي آآ وزي ما قلنا انه يعتبر من الحاجات الكويسة في آآ الآلية زيت الضوار الشمس زيت الافوكادو ويجب من ايه بصراحة زيت الضرة شغال حتى زيت الزيت ممكن ولكن بلاش احنا زيت الزيتون ممكن نستخدمه في ايه? اكلة سخنة ممكن نحط عليها زيت زيتون ماشي لكن ان انا اعمل زيت زيتون كده كتير ويغلي ودخل في الحمر فيه صعبة بصراحة وغالبا هيدخل منك ويوصل منك درجة الاحتراك وكمان زيت الزيتون غالي يعني مش بيستاهب بصراحة. طبعا زيت الزيتون كلما كان بكر كلما كان الحرق بتاعه اسرع. فخلي زيت الزيتون البكر والكلام ده ليه تحطه على السلطة تحطه على العيش تحطه على الكلام ده احسر زيتون طبعا من اهم واقضل المناظر المصادر للدهون. فزي ما قلنا بقى الخلاصة اه بلاش نستخدم الزيت اكثر من ثلاثة وخمس مرات. يعني ثلاثة في المتوسط لو الدنيا دايقة قوي وهتحفز عليه بالاسلوب اللي احنا قلنا عليها زي زي سبته يبرد صفيته من البواق الاكل حطيته في برطمان ازيز وفلت عليه كويس الحين للاستخدام التاني. يعني خلينا في موضوع الثلاث مرات بلاش اكتر من كده عشان اه نحافز على اه صحتنا وعلى صحت اطفالنا ان شاء الله اه ان شاء الله نتكلم على الموضوع بقى واحدة واحدة المرة الجاية وبرضو هاعمل بوست كده اه مكتوب عشان الناس اللي اه تنزق من الفيديوهات او ما بقاش عندها باقة كبيرة. ويا شوفكم على خير ان شاء الله في حاجة جديدة. وبردو اكتبوا لي في اي في الكومنتات عن الحاجات اللي انتم مفاكريين ان هي اه مصارتنة او مش مصارتنة. وخلونا كمان اه اي حد عنده اه مناقشة او تعليق على موضوع الزيتك يحطهولي في الكومنتات وهارد علي ان شاء الله. زيت النخيل من الزيوت اللي بتدخل فيه صناعات كتيرة جدا جدا ومن اشهرها الحلويات والكيك والباسكويت والنوتالا وهي حلوات كتير جدا بيدخل فيها زيت النخيل. زيت النخيل كمان ساعات بيستخدم فيه خليط للزيوت اه ممكن يتقلي بيه او يستخدم على زيت طعام عادي. اه لانه زيت رخيص ويتم انتاجه بكميات كبيرة في اه شرق اسيا وكمان اه في بعض دور الافريقية. الزيت النخيل لانه ارخص طبعا من زيوت عباد الشمس او زيوت الدورة. اه اه اقبال كتير من بلاد كتير وعشان كده كمان بيخش فيه صناعات غزائية كتير خاصة صناعات الحلويات. وللاسف ولادنا بيكلوه فيه كتير قوي من الباسكويتات والويفر والنوتلا والشوكولاتات والكيكس والحاجات دي بيكلوها طبعا بشكل كبير وطبعا فيها زيت النخيل. زيت النخيل برضو من المواد اللي عليها لغط كبير واللي ارتبط اسمها بان هي بتسبب السرطانات ولكن برضو مفيش اي بحث قدر يثبت ان زيت النخيل اللي هي علاقة مباشرة بالسرطان او انه بيسبب السرطان. ولكن من مكونات زيت النخيل زيء مكون او فاتي اسد اسمه بالميتك اسد. الحمض ده الفاتي اسد ده قالوا ان هو ممكن يكون بيلعب دور في انتشار الاورام السرطانية. يعني لو لحد لقدر الله عنده اورام سرطانية قالوا ان المكون ده ممكن يؤدي الى انتشار الورام من المكان اللي هو فيه لباقي اعضاء الجسم. لسه الابحاث مش قوية قوي ولكن تعتبر برضو زيت قيمة. عشان كده لو احنا بنحذر حد من استخدام زيت النخيل فبنحذر خاصة الناس اللي عندهم اورام سرطانية. اما بين الناس فيجب ان هما يستخدموه بشكل مقنن او بازداد برضو نبعد الاطفال عن استخدام الحاجات اللي فيها زيت النخيل بشكل كبير. عشان نتجنب اي اضرار محتملة قد تظهر اه في المستقبل زيت النخيل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر